أتى الساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ترحيبه بانضمام طلبة جدد للأكاديمية العسكرية المصرية وأكد الرئيس السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية أن الأكاديمية تعمل على تهيئة كل الظروف لأعداد الطلبة في مختلف الجوانب العسكرية والثقافية والفكرية والإعادة مشيرا إلى تحقيق القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة نجحت متعددة على صعيد تأمين الدولة وشدد الرئيس السيسي على أهمية أن تكون مؤسسات الدولة قوية وقدرة بما يسهم في منع الكثير من التحديات كما طمأن المواطنين على الأوضاع في الداخل مؤكدا مرور البلاد بظروف صعبة يعاني منها أيضا كثير من دول العالم أصدر رئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بترقية اللواء أركان حرب أحمد فتح خليفة رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة إلى ردبة الفريق كما أصدر رئيس السيسي قرارا بترقية اللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة إلى ردبة الفريق وأصدر أيضا سيادته قرارا بترقية اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية إلى ردبة الفريق أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دور اللجنة العليا لتنفيذ وصيقة سياسة ملكيات الدولة والتي تم تشكيلها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بهدف متابعة تنفيذ وصيقة سياسة ملكيات الدولة للأصول كإحدى أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي جاء ذلك خلال تراؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا لتنفيذ وصيقة سياسة ملكيات الدولة حيث جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن وصيقة سياسة ملكيات الدولة لا تعني أن الدولة ستابع أصولها أو ستتخارج من كافة القطاعات وإنما ستستهدف تحديد دور الدولة أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار تشمل مئات المركبات المدرعة من أنواع مختلفة وتشمل الشريحة الجديدة 59 مركبات مصفحة من تراز برادلي ستضف إلى 50 مركبات مدرعة خفيفة من هذا النوع كانت قد تم التعهد بها في السادس من يناير فضلا عن 90 ناقلت جند مصفحة من تراز سترايكر هذا ولن تشمل الشريحة الجديدة أي دبابات ثقيلة مثل دبابات أبرامز التي لم تعلن الولايات المتحدة حتى الآن استعدادها لتوريد كييف بها مبررة هذا الرفض بمسائل تتعلق بالصيانة والتدريب أعلن وزير الدفاع الأتواني أن بضع دول سترسل دبابات ليوبارد إلى كييف وذلك عشية اجتماع هام لمجموعة الاتصال حول أوكرانيا في رامشتاين بألمانيا وشرك الوزير الأتواني في اجتماع ضمت تسع دول منحة في قاعدة تابا العسكرية في إستونا وتتواصل المباحثات في شأن الدعم العسكري لأوكرانيا اليوم خلال اجتماع لخمسين بلدا دعت إليه الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين العسكرية في ألمانيا أعلنت دنمارك أنها ستتبرع لأوكرانيا بنحو 19 منظومة مدفعية هاورترز من طراز قيصر فرنسية الصنع وذلك تلبيئة لدعوة الرئيس الأوكرانية وقال وزير الدفاع الدنماركي في بيان أن بلاده كانت على تواصل مستمر مع الأوكرانيين بشأن منظومة قيصر المدفعية على وجه الخصوص مؤكدا سعادته بالحصول على دعم من برلمان بلاده التبرع لدعم أوكرانيا أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه فتح تحقيقا بحق مواطن أمريكي بشبهة التجسس ولم يحدد الجهاز هوية المواطن الأمريكية وهل تم توقفه في روسيا أم في الخارج وقال الجهاز في بيان مقتضب أنه يشتبه في أن يكون الأمريكي قد جمع معلومات استخباراتية مرتبطة بمسائل بيولوجية تتعارض مع عمل روسيا للتحادية وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على علم بهذه المعلومات غير المؤكدة عن تحقيق يستهدف مواطنا أمريكيا لفتة إلى أن موسكو لا تفي بالتزاماتها لجهات الإبلاغ عن توقيف مواطنين أمريكيين في روسيا في الوقت المناسب نهاية موجز التساع ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل